نقول عندنا أخبار مهمة جدا أول خبر معنا النهاردة بيتكلم عن إعلان الهيئة العامة لكسور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عن مسابقة الفنون الدولية للأطفال والشباب في نسختها الـ 25 واللي هدفها إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن نفسهم فنيا وده أكيد بيكون لي إنعكاس على الطفل سواء دلوقتي أو بعدين طيب خليوني أقولكم أن المسابقة دي بتكون في مجال الرسم مش بس مقتصرة على الأطفال في مصر لا دي كمان مسموح مشاركة أي طفل فيها من كل أنحاء العالم يعني أي طفل في أي دولة يقدر أنه يشارك فيها وده خطوة جميلة جدا حيث أن مصر تدي فرصة لأطفال العالم المشاركة فيها المسابقات الفنية ويجوا أطفال العالم كده تفرجوا على مصر وجمال مصر وينقلوا الصورة الزهنية اللي تكونت عندهم لما يجوا إن شاء الله لأصدقائهم وللدول اللي هم بينتموا إليها المسابقة دي تعتبر جزء من المسابقة المقامة في بليجراد خلال فترة من 1 ل 6 أكتوبر 2023 هيئة قصور الثقافة حددت مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة منها أن سن الاشتراك متاح للأطفال والشباب من 4 سنين لحد 18 سنة وخلال المسابقة المشاركين بيتقسموا لخمس مجموعات وفكرة الرسم أو الموضوع بيكون مطروك للمشارك لحرية الإخسيار بيتم قبول الأعمال على أوراق باستخدام أقلام رصاص، ألوان كواش، باستل، جرافيك ومساحة العمل على A3 ولازم يكون العمل أصلي من إنتاج 2021، 2022 ولم يسبق المشاركة لهذا العمل به في أي مسابقة المشاركة يلحق أنه يقدم حد أقصى 3 أعمال والمؤسسات لها لحد 20 عمل وآخر معادل المشاركة في المسابقة في الإسبوع الأخير من شهر مايو الجالي والفائزين في المسابقة بيتم استضافتهم في المسابقة في بلجراد يوم افتتاح المعرض في 1 أكتوبر 2023 يلا بينا بقى شباب اللي نفسه يشارك لسه قدامه الفرصة وياريت كل أم شايفة في إبنها موهبة تشجعه على أنه يقدم حتى لو مش هيفوز بس أكيد المشاركة هتفرق معاه وهتفيده جداً وهتساعده أنه يطور من أدائه اشتركوا في القناة